بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو أنتما في أحسن الأحوال الناس اللي بغي يفتحوا جميع الأمور ديالهم وبغوا أنهم يكونوا إيجابياً ولو يكونوا عندي عوارد يبدوا يتفتحوا لي باب الخير عندي ضيقة مالية غادي ندير هذا الحرز إن شاء الله ونهزوه معايا عندي مشكل في الزواج غادي إن شاء الله نديره عندي تخاف عندي مشاكل مع الزوج ديالي غادي ندير هات الصغة اللي غادي إن شاء الله غا تكون عليكم فتح مبين الفتح المبين هو اللي غادي نحطه دابا بإذن الله ولكن يكون عندك غير يقين وتكوني على وضوء وتكوني على طهرة وتكوني الصلاة إن شاء الله وتكوني من دومة على استغفار والأذكار والصلاة على الحبيب إذن إلا بغيت نكون إيجابية وبغيت أنني يكون عندي واحد الفتح مبين لابد أنني نذكر الله باش يذكرني القرآن الكريم كله مفاتيح الخير وكله مفتاح الفرج عندي واحد صغة إن شاء الله غادي تفتح لكم بزاق الأبواب وغادي بإذن الله بإذن الله وكتاب الله إن شاء الله غا يكون عندكم نصيب في الحدود غادي تردوا الخوف لمن الخوف من الفقر أو الخوف في النوم أو الخوف أي حاجة غادي تفتح فوجهكم بإذن الله ولكن تبعوا معي إن شاء الله وديروا هذه الصيغة لأنها رائعة وتستحق أنكم تحطوا لي ليك ودعموني باش إن شاء الله نبحث ونعطيكم إلا لي فيها الخير لكم وليا قبل ما ندير هذه الوصفة ستنجربها فراسي أو غادي نجربها فراسي عادة إن شاء الله نحطها للناس إذن أي حاجة تنتمنها النفسي تنعطيها لكم لأنكم تتعنوني بزاف أهلي وأحبابي اللي ديما حطي لي تيقى وزيدين بي القدام وتعطوني الدعم دائما إذن على بركة الله نبدأ قبل ما نبدأ غادي نصلي كاملين على سيد الخلق اللهم صلي على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة هذه الصلاة على النبي الصلاة الأمي هي مفتاح الفرج يوم الخميس نحاول إن شاء الله ندعو نصلي على النبي بها مئة مرة مئة مرة صباحا ومئة مرة في الليل رائعة في فتح النصيب ومعمر الفلوس يختوق بإذن الله أما السيغة دي اليوم هي رائعة وأكثر من رائعة إذن وكتبوا لأن مع رمضان ما كنش الوقت إذن غادي بحول الله نصلي تسعتاشر مرة على على الحبيب قبل ما نبدأ نقرأ تسعتاشر مرة هذا السيغة إن شاء الله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد تسعتاشر مرة وغادي نحاول أنني نخد قلم أي لون أي لون أخضر أحمر أي لون مهم خدوا قلم وخدوا جوج ورقات خدوا جوج ورقات بنية تحضير جوج ورقات بإذن الله اللي غادي نقول لكم أشنو غدروا لهم لفتح النصيب في كل شيء المال الزواج العمل فتح النصيب في الدراسة فتح النصيب في المال المرأة اللي عندها مشاكل مع الزوج دي لا فتح الحب والمحبة بينها وبين الزوج دي لا يكون إن شاء الله لها عون ومعين في كل الأمور وغادي ربي يبتح جميع البيبان إذن غادي بعد ما صليت على الحبيب 19 مرة وغادي ما نكتبش الصلاة على الحبيب غادي إن شاء الله نكتب بسم الله الرحمن الرحمن الرحي公 من القرية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم legends نسلسلها بحلقة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تسع مرات تسع مرات وغادي نكتب لا حول ولا قوة الا بالله تسع مرات وغادي نكتب الف لا ميم تسع مرات الف لا ميم تسع مرات وغادي نكتب حداهم كافايا عين صاد وغادي ان شاء الله نهود لتحت وغادي ندير ألف لام ميم حاميم عين سين قاف ألف لام قادي نكتبها تسع مرات ونكتب حدها حاميم عين سين قاف ولا حول ونختم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم غادي نكتب الفاتحة نكتب الفاتحة ثلاث مرات الفاتحة غادي نسلسلها حكا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم وغادي نكتب الفاتحة كاملة حتى لصدق الله العظيم هادي نكتب أو twenty nine الفاتحة من بسم الله الرحمن الرحيم حتى لصدق الله العظيم ثلاث مرات ها نكتب جوج ورقات إذن بإذن الله غادي تديروها اصيغة هتكتبوها على جوج ورقات هتكتبوها على جوج ورقاز كما قلت لكم غادي تصليوا على الحبيب 19 مرة وغادي إن شاء الله تكتبوا هات الصغة إن شاء الله بحول الله بسم الله الرحمن الرحيم 9 مرات وغادي نكتب لا حول ولا قوة إلا بالله 9 مرات وغادي نكتب ألف لام ميم 9 مرات ونكتب حداهم مرة واحدة كافايا عين صاد وغادي ناخد ألف لام ميم أخرى وغادي نكتب حاميم عين سين قاب ولكن ألف لام ميم نكتبها 9 مرات ونكتب حداها حاميم عين سين قاب وغادي نختم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مرة واحدة وغادي نكتب الفاتحة هاكا في سطر واحد بسم الله الرحمن الرحيم والفاتحة مرة واحدة ولكن ننزل عوتاني وكتب الفاتحة مرة تانية مرة تالتة نقول صدق الله العظيم غادي نقرع لها عوتاني نقرع لها الصلاة على الحبيب 19 مرة وحدة وحدة غادي نديرها تحت غادي نديرها في صورة البقرة غادي نديرها في صورة البقرة بداية صورة البقرة هادي نحط هنا ونسد المصحف هادي تبقى ثلاثة أيام هادي تبقى ثلاثة أيام في صورة البقرة هادي تبقى ثلاثة أيام هادي نسد المصحف الكريم ونخليها مدة ثلاثة أيام مدة ثلاثة أيام والتانية غادي نحطها تحت الرأس ديالي التانية اللي كتبت غادي نحطها تحت الرأس ديالي غادي تبقى في المخدة ان شاء الله اي امنية غادي تفتح لك اي امنية غادي ان شاء الله تفتح لك باذن الله الواحد القهار اذا شنو اللي غادي نهز معايا هي اللي غادي تكون في المصحاف الكريم غادي نوضع معها قليل من المسك او سبح حبات ديال السنوج وغادي انهي الزمعية شنو اللي غادي انهي هادي تحت المخدة وهادي غادي انهي الزمعية انديرها حرز ان شاء الله بحول الله وقوته غادي انديرها حرز حلاكة حرز غادي انهي الزمعية اينما كنت نوضعها وخا درتليها هاد البابي علشان ان هاد البابي غادي يحافظ عليها ولو اضطريتي انك اه ما اضطر انك تدخل المحفظة معك الى المراحد او تكون اه عامل ولمحفظة معك غادي ما تأطرش هاد اه هاد القراءة اللي كتبتي هاد الحرز اللي زدتي معك باذن الله غادي يحميك وغادي يفتح لك بالزبط الابواب غادي تكون ان شاء الله من المجبورين ان كانت اه بنت بائر او كان ولد معطل على العمل او كان الانسان عنده اه اعراض دي المس غادي ان شاء الله يفتح لك الله جميع الابواب اما اه اه اما اه 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 اما هاد اللي غادي تبقى تحت الرأس ديالي هاد اللي غادي تبقى تحت الرأس ديالي لابد انني غادي تبقى محفوظة ان وضع معها سبع حبات ديال السنوج وغادي نحطها وسط المخدة وسط المخدة المرأة اللي عندها نفور ما بينها وبين الزوج ديالها تقدر اه دير هادي يهزته ومعه اه هاد الامنية سميتانا امنية اه لجلب المطالب وان شاء الله غادي يكون عندكم حد سعيد في كل الامور اذا هادي تبقى اه في المخدة تحيد عليكم شياطي الانس والجن وتبعد عليكم الحلم السيء الناس اللي عندهم عوارد هاد الورقة غادي اه بحالة تدلكم تحصين من الشياطين اللي تي اديكم بحال الناس اللي عندهم المس العاشق اه الناس اللي عندهم اه حلم دي ما تيحلموا انهم تياكلوا في المنام رائعة الناس اللي عندهم خوف رائعة باذن الله اذا احبابي الناس اللي عندهم مشاكل لابد يديرها ويفتحوا باب النصيب في كل الامور اذا احبابي تنتمنى لكم حد سعيد تنتمنى انكم تكونوا بخير تنتمنى رب يحميكم الى عجبتكم الصغة حاولوا انكم تخلوا لي لايك وتدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتابنوا تبعوا الفيديو الى الاخر باش تفهموا وتكتبوا بإذن الله كل شي بالقرآن وكل شي شفاء ودواء الله هو المستعان على كل الامور اذا احبابي تنتمنى الى اعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة